بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم في قناة وجوروب وصفات من الاخر للبنات. اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل الفيديوهات والروفيوهات عن المنتجات اللي بنزلها اول باول ان شاء الله. ولو اعجبكم الفيديو لايك وشير كتير يا بنا. النهاردة بازن الله هنتكلم عن كريم عمل ضجة كبيرة جدا 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 على السوشيال ميديا. جات لي منه اسئلة كتير جدا جدا من البنات ومن المدمات. اه وهو كريم سكين كان دي مزيل عرق. طبعا اه هو موجود عندنا في جروب الفيس اللي عايز يستفسر عن اي شيء واللي عايز يعرض اه حاجة هناك في الجروب بتاعنا النشر مجاني على فكرة الجروب كبير جدا وفيه تفاعل حلو جدا. ولنك الجروب في صندوق الوصف اللي عايز يشرفني ان شاء الله. بنات كتير جدا جدا سألونا عن الكريم ده وباستخدم ازاي? وفعلا بيجيب نتيجة? وفعلا سعره يستاهل? الضجة اللي معمولة عليه ده? ولا لا? في الفيديو ده ان شاء الله اقول لكم كل حاجة عن اه كريم ده مزيد العرق واستخدامه ازاي? وهقول لكم مكوناته ايه? وبيعمل ايه بالزب. الكريم ده الحلو اللي فيه ان هو كل مكوناته طبيعية بنات. طبيعي مية في المية. مالوش اي اثار جانبية. كل مكوناته طبيعية. زيت جوزهند شمع عسل زيت عدري. اه بودرة اسيلين جليسرين. اه قوامه مش داني يعني بشرتك هتتشربه بسهول. ريحته جميلة جدا جدا ريحته. حلوة قوي 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 بيدي تعطير جميل قوي قوي للجلب. بيفتح وبيشد وبيعطر وبيقلل نمو الشعر. كل ده بيعمله? اه كل ده بيعمله الكريم ده. الحلو اللي في بقى ان هو بيقلل اه نمو الشعر في منطقة الاندر ار. والبكين. وكمان بيعمل ايه? بيقتل البكتريا المسببة لريحة العرق. مش بيمنعك انك تعرقي. لا انت بتعرقي عادي. بس هو بيقتل البكتريا اللي بتسبب ريحة العرق. كل اللي بتحتوي على كيميكال دي بتعمل ايه? بتمنع العرق. بتمنع التعرق فيها مادة منعة للتعرق. وده غلط جدا جدا. بيسد الغدد وبيسد المسام. وبيعمل امراض احنا في غنى عنها. الحلو بقى في الكريم ده ان هو طبيعي جدا جدا. آآ هو مش بيمنع التعرق. هو بيقتل البكتريا المسببة لريحة العرق. آآ وده الحلو اللي فيه. ده اللي عجبني فيه ان الكريم ده مش بيمنع التعرق. لا بيقتل البكتريا. طبعا اي منطقة في جسمنا فيها تانيات لازم بيبقى لها اهتمام خاص وعناية خاصة. لان طبعا ما بتبقاش معرضة الهوى فبيحصل فيها آآ وزي ايه بكتريا? فالبكتريا دي بتسبب ريحة مش محببة. فالكريم ده بيقضي لنع الريحة دي تماما بيقضي على البكتريا دي تماما تماما. عكس اللي بيبقى فيها مواد كيميكال مضرة جدا جدا جدا. آآ هو حجمه كبير حجمه حلو ومحترم تمانين جرام. لما بنجي نستخدمه بناخد منه طبعا حطة صغيرة جدا جدا بكرر حطة صغيرة لان هو طبيعي مية في المية. مناسب طبعا للاطفال من سن احداشر سنة. آآ زي ما قلت ملمسه مش دهني يعني جلدك هتشرفه بسرعة وريحته حلوة قوي. الحلوة ان فيه انك بتستخدمي منطق طبيعي آمن مية في المية على بشرتك وعلى الجلد بتاعي. هو طبعا فيه بنات بتقول لي مجرد ما استخدمه هيفتح لا. هو مستحر. ما فيش اي منطق مجرد ما انت تحطيه هيفتح آآ المنطقة لا لازم استخدامه بيعتمد على ايه كمان? بيعتمد على شدة تصمرار منطقة. وبيعتمد على آآ مرات استخدامك ليه? لان فيه ناس بتاخد الكريم تدهي المرة وتركينه على التسريحة وتستخدموش ويجي تقول ما عاملش نتيجة. لأ لازم استمرار وانتظام في الاستخدام. آآ بيتبع طبعا في كل جروبات الانلاين. طريقة استخدامه ازاي بقى? بعد طبعا ما تقسلي منطقة الاندر ارب. وتنشفها كويس جدا جدا. هناخد حتة صغيرة جدا جدا زي ما قلت. آآ وهندهنها وخلاص. بجد بجد هتدعولي لما تستمروا في الاستخدام بتاعه وتشوفوا التفتيح بتاعه. وتقليل نمو الشعر بجد بجد رائع يا بناي. آآ المزيلات العرق والاسبريهات والحاجات دي بتحتاج على مواد كيموية بتعمل افكتات وحشة قوي قوي. وبتزود اللي السمرار. هي بتمنع التعرق وبتزود اللي السمرار. لا الكريم ده بقى عكس تماما عكس تماما الحاجات دي. زي ما قلت مناسب لاطفال من سن 11 سنة طبعا بيبقوا عنسات وبيتدوا يعرقوا. فالكريم ده يبقى حلو قوي 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 ومناسب لي. وحجمه كبير حجمه محترم يعني وشكله مبهج قوي. العلبة بتاعتي شكلها جميل جدا. آآ اتمنى تجربوك وتقولولي رأيكو في التعليقين.